ابناء الأعزاء أصعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم نبتدئ بإذن الله النهاردة وكعادتنا هنبتدي بالمحاضرة السابقة والمحاضرة الرقم 2 سؤال الأول بالمحاضرة الرقم 2 بالمحاضرة الرقم 2 بالمحاضرة الرقم 3 بالمحاضرة الرقم 3 محاضرة الرقم 3 سؤالية الرقم 2 بيضافوعدنا بالمحاضرة الرقم 3 يزاوي الفايتل كباستي غلط طبعا. يزاوي الفايتل كباستي غلط طبعا. يزاوي الفايتل كباستي غلط طبعا. مش كده. Regarding vital capacity. هل نورمالي 2.5 ليترز per square meter in adult me صح. صح. It decreases in recumbent position صح. It is static test طبعا. ما تجدعه بالتايم يبقى صح. يبقى الإجابة الصحيحة بكل أبوث. D for daddy. السؤال الرابع. The total lung capacity. All are correct except. Total lung capacity يتساوي الفايتل كباستي زائد الفايتل كباستي. قلنا نحلها الزائدي. الفايتل كباستي رقمه 3. الفايتل كباستي رقمها 2. 3 زائد 2 سوى 5. بينما total lung capacity. 4. إنما B. يبقى دي الله غلط. هو عاوز اللي accept. يبقى إيه غلط. B. Total lung capacity. الـ 4. يساوي الإنسباتي و كباستي لها 2. والفايتل كباستي لها 2. وهذا 4 تساوي 2 زائد 2. صح. طيب التوطل لكن يرقمها 4. c. تساوي. تساوي الربع موقع الوحد. الإنسباتي يزيل كل الموقع الوحد. إثنين. وصلنا 3 و يزيل كل الموقع الوحد و يرقمها 4. يعني أكله في 1. يبقى 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1. تساوي 4. الوحدة تساوي الربع الوحدة. At the end of maximum inspiration يبقى إجابة الخطأ A for Alpha إن التوتالان كباستي بالغلط هو الرقمه أربعة لا يساوي الفيتال كباستي اللي هي ثلاثة زائد فونكشن اللي هي ثلاثة زائد فونكشن اللي هي ثلاثة زائد فونكشن قلنا طريق حل المسألة دي هو مسألة مشهورة جدا Forced Exploratory Volume 1 Normally 60% of the Forced Vital Capacity لا هو normally 80% or more طيب Forced Exploratory Volume 1 To Forced Vital Capacity الراتيو بين Forced Exploratory Volume 1 والForced Vital Capacity may be increased in restrictive lung diseases صح يبقى بيها الإجابة الصحيحة بيها فور بيبي وبعدين Forced Exploratory Volume 1 To The Forced Vital Capacity Is More Than 80% لا طبعا لا الحقيقة دي أولاد برضو تصلح إجابة صحيحة يبقى هنا أنا آسف في إجابتين ممكن يبقى صح بيو سي سوري بقيت السؤال In Obstructive Lung Diseases غلط هو إتس مور دان 80% In Obstructive Lung Diseases دي خطأ وبعدين بي None of the above is incorrect طبعا غلط لأن فيك correct لو بي يبقى يبقى The Forced Exploratory Volume 1 To The Forced Vital Capacity Is Increased May Be Increased In Obstructive Lung Diseases دي الصح لكن طبعا مور دان 80% دان نورمال بس Not In Obstructive Lung Diseases دي خطأ يبقى عليه الصحيحة هو B For Baby ويبقى الإجابات One الإجابة الصحيحة C For Cat 2 B For Baby 3 D For Daddy 4 A For Alpha 5 B For Baby ده كعادتنا بنتكلم اللي منحان نتوقع الله ونفتدئ المحاضرة الثالثة I hope in resolution الحقيقة يعني لطيف جدا كان بالأمس وأتمنى بالنهاردة برضو يكون نفس القصة طيب احنا قلنا عندنا الأول موضوع الأولاني هو Dead Space وده موضوع النظري مهم جدا لست بعرفين كويس قوي Dead Space ده من موضوعات الهمة خالص نبع عرفين فهنتكلم عليه في النقطة العرونية Definition عادي ما نقول Definition عايزك تبص معي على الرسمة لأستاذك منفضلك احنا قلنا أولاد إن لما نقسم النظري كنا قسمناها إلى قسمين قسمناها إلى أنا بس أريد أشيل الأرقام لأن أخبط كنت خاصة بشيء اللونغز عبارة عن Conducting zones مفهاش Alveoli بتنتهي عند Terminal Bronchules و Respiratory zones فيها Alveoli بتبدأ عند Respiratory Bronchules يبقى تاني دي الرسمة لأقصادنا في أول محضرة في أول محضرة إلى قسمين ال Conducting zones تنتهي عند Respiratory Bronchules وتنتهي عند Terminal Bronchules و Pulmonary zone بتبتدأ عند Respiratory Bronchules إذن Conducting zones مفهاش Alveoli إذن Conducting zone حد محسوب علينا وهو مفهوش تبادل الغازات لأن مفيش في Alveoli إذن فهو بالنسبة لنا Dead Space يبقى Conducting zone بالنسبة لنا Dead Space لأن هو بناخده في منطقة ما بيحصل فيها Gas Exchange لأن مفهاش Alveoli هو ده أول نقطة Definition of Dead Space It is the volume of air أهم كلمة جاهد that does not undergo Gas Exchange the volume that does not the volume that does not undergo gas change حجم الهوى الذي لا يتبادل الغازات ده Dead Space نقطة الثانية Types of Dead Space سأحب النظام يبقى الحاجة definition هذا سؤال مهم Types حضرتك وحضرتك والعبد الله عندنا كلنا Conducting Dead Space عندنا Conducting Zone اللي هو عبارة عن Dead Space نسميه Anatomical Dead Space وهو يمثل حوالي حوالي ثلاث الهواء اللي بناخده احنا بناخد في النفس الواحد في الهواء الهواء في الهواء سنتي حوالي 150 أو 166 اللي عاوز بالضبط وصفة 150 رقم مقبول هذا تحضر الهواء Anatomical Dead Space يعني طول الهواء الذي نتنفسه لا يوجد تبرل الغازات Anatomical Dead Space في بعض الناس لا أتمنى نكون احنا منهم عندهم بعض الألفيولاي ملهاش بلد سبلاي دول يملك بلد سبلاي طب ما الهواء الذي يأتي في الهواء ليس تقوم بلد سبلاي لأنه يعمل معامل لا يوجد بلد سبلاي إذن هذا Dead Space بس نسميه Alveolar Dead Space طيب لو جمعنا Anatomical Dead Space مع Alveolar Dead Space نسميه Physiological Dead Space يبقى الأصحاء أخذ بالك هذا سؤال مهام الأصحاء الذي هو حضرتك وحضرتك والعبد الله مفروض يعني أتمنى عندنا فقط Anatomical Dead Space إنما المرضى لا أريد أن تقول أن المرضى لديهم Alveolar Dead Space المرضى عندهم anatomical و Alveolar Dead Space يبقى أصحاء anatomical بس المرضى anatomical و Alveolar بطريقة ثانية سؤال مسكيو يبقى في المرضى الفيسيراجيكال Dead Space يساوي anatomical plus Alveolar Dead Space هذا في المرضى إنها في الأصحاء Alveolar ليس موجود يبقى نورمالي في الشخص الطبيعي الفيسيراجيكال equals الاناتوميكال Dead Space يبقى أنواع Dead Space ثانية يبقى الأصحاء عندهم anatomical المرضى عندهم الفيسيراجيكال اللي هو الاناتوميكال و Alveolar عندهم الاناتوميكال و Alveolar نسميهم الفيسيراجيكال طب إحنا عندنا الفيسيراجيكال يساوي الاناتوميكال ليه لأن نورمالي كل الاناتوميكال عندنا فانكشن ما عندناش Alveolar Dead Space يبقى إحنا عندنا anatomical و عندنا الفيسيراجيكال يساوي الاناتوميكال المرضى عندهم anatomical و Alveolar و الفيسيراجيكال يساوي anatomical plus alveolar نقطة الثالثة وهي الميجرمنت of Dead Space يوجد طريقتان لقياس Dead Space خبالك لحاجات لطيفة جدا نريد نركز فيها أول طريقة اسمها Single Breath Nitrogen Test يعني النفس واحد خلاص Nitrogen Test أو Fowler's Method بركز معاك سعود برغم برغم الطريقة اسمها Single Breath Nitrogen لكن الباق المستخدم يا أولاد ما فيهش Nitrogen فيها Pure Auction أول هل تخبط تخبط في Single Breath Nitrogen Test تجربة اسمها Nitrogen بس الباق اللي هتنفس فيها Pure Auction Auction فهناخد الأول نفس than we inspire نفكر فهناخد 500 سنتي Auction هيتوزعه ازاي تعا فكر أول 350 هيدخله الالفيولاي الالفيولاي دي مش فاضي يا أولاد الالفيولاي دي بيبقى فيها زيدي الفوليوم اللي هو تقريبا 80% منه ناتج آخر 150 سنتي اللي هم قاعدوا في الالفيولاي سيكون pure Auction يبقى فهننا التوزيع الثاني احنا بناخد في النفس 500 سنتي أول 350 دخلوا الالفيولاي اللي هي فيها الالفيولاي مش فاضي 80% منه ناتج يبقى اتخلط الاكش مع الناتج إنما آخر 150 سيقعدوا في الالفيولاي سيقعدوا في الالفيولاي سيقعدوا كما هم pure Auction طيب يبقى أول جزء في التجربة ويقوم نفس واحد pure Auction طيب جزء الثاني ويقوم نفس واحد بطلع النفس في جهاز بـ Ease Natrium يبقى أول جزء من الهواء سيطلع جاي من من Dead Space ده عبارة عن ايه pure Auction نسبة الـ Natrium لا يوجد بطلع ناتروجن سيطلع خالص آخر جزء طالع من الالفيولاي الهواء في الـ Auction مختلف بنسبة محددة من الـ Natrium 80% نسبة ناتروجن سيطلع 80% هذا الثاني الثاني يبقى فيز واحد اول كمية هواء جاي من Dead Space اللي فيه pure Auction فما لا يوجد ناتروجن خالص يبقى الـ Natrium سيطلع هذا فيز واحد آخر كمية جاي من الالفيولاي اللي هو نسبة الـ Natrium فيه سيطلع ومقدرها 80% طيب الحتة جاء صعبة شوية والمستمع سيطلع أنه لا يوجد بوابة لتفصل الـ Dead Space على الالفيولاي يعني كل الوقت يوجد خلط ما بين الـ Auction والـ Nitrogen والـ الالفيولاي لذلك المنطقة الـ يبقى خليط من الـ Auction و الـ Nitrogen لنسبة الـ Natrium 80% فيه الثالثة ولا خلية تماماً من الـ Nitrogen مثل الثالثة وكلما نظر على النفس نسبة الـ Nitrogen تتزايد 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 من سفر الثالثة حيث كان الثالثة إلى 80% الثالثة 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 يعني عدلاً لا يصح أن نحسب تبع الثالثة ولا نحسب ضد الثالثة لأن هذه منطقة تمثل خليط ما بينه يبقى العدل نقسمها بالنص النص النص الأولاني نضع النص الثالثة والنص الثالثة نضع الثالثة الثالثة بالنص الثالثة تقوم نحسب الثالثة نحسب ثم تقوم كل واحدة فيها شرط وإنسباير من باك كونتينين بير اوكشن سيتوزع مثل هذا الهواء أول 350 يدخلوا الالفيولاي اللي فيها ريزيليا الفوليو اللي فيها 80% ناتف كمية سأبتة آخر كمية اللي هو 150 اللي بعدهم سيدخلوا في الديد سبيس حيث لا تبادل الغازات فيعودوا كمية بير اوكشن هذا أول جزء ثم يستطيع الناتروجين متر فكرا ما يحدث؟ أول هواء سيخرج من الديد سبيس الغازات نجبت الناتروجين في سبيس هذا فال 1 آخر كمية ستخرج من الالفيولاي اللي هي كمية الناتروجين في سبيس 80% من الخلطة هذا فال 3 في النصف هناك حتة مشتركة بين الديد سبيس والالفيولاي فيها الناتروجين سفر زى الديد سبيس اللي دلوقتي مليان بير اوكشن ولا 80% زي الهواء بتاع الديد الالفيولاي إنما بيتزايد من سفر إلى 80% هي خليط ما بالاتنين هي منطقة مشتركة بالاتنين يبقى العدل نقسمها حتتين حتة تبع الديد سبيس وحتة تبع الالفيولاي يبقى الديد سبيس حجمه هو حجم فيز 1 زائد نصف فيز 2 اسمها سينجل براث نيتروجين تست ولا تنسى أهم نقطة أن الباج مفهاش نيتروجين إنما فيها بير اكشن أو يسموها فاولر مثل طيب فيه طريقة تانية اسمها CO2 أو بورس دي فكرة سهلة جدا وجميلة خالص دلوقتي إحنا تايد الفوليوم يا أولاد تايد الفوليوم اللي هو الهواء اللي أنا بطلعه 500 سنتي دول ما هماش عمري ما كان الطايد الفوليوم اللي هو الإكسبايرد إير دا ألف ورا إيه لا الطايد الفوليوم ده خليط من الديد سبيس والالفيولاي الديد سبيس والالفيولاي الطايد الفوليوم اللي هو 500 سنتي دا خلطة ما بين 150 سنتي جايم من الديد سبيس و 350 جايم من الالفيولاي طيب في الديد سبيس ده فيه ميزة مهمة جدا انو ديد سبيس ما فيش جاس اتشينج يعني لو يتاخد منه اوكشن ولا يتحط عليه كاربون دا اكسايت نورمالي الهواء اللي بناخده بالجاو ده نسبة سيو تو لا تسكر فالديد سبيس بيبقى فيه نسبة لا تسكر اعتبرها زيرو من الكاربون داكسايت خلاص دا اللي في الديد سبيس نسبة سيو تو زيرو بينما نسبة السيو تو في الالفيولاي حيث فيه تباري الغازات بتبقى ستة في المائة بمجرد ومجرد الا dist либо هما قالنها نسبة سيو تو زيرو ثم في ستة في المائة غيرك لذلك نسبة الفي لايivers فيها ستة في المائة حطيت عليه ديت سبيس مفوصي وتو خالص يبقى نشبه تنخفض عن ستة في المية طب تنخفض بنسبة ايه؟ بنسبة الطايد الفوليوم الى بنسبة الديد سبيس الى الطايد الفوليوم يعني كم في المائة يشكل الديد سبيس من الطايد الفوليوم فلقينا حاجة لطيفة جدا ومش هتوهك في حسابات ثاني افهم القصة ان الطايد الفوليوم ده 500 سنتي بتوع الفوليوم اكسباير ده 500 سنتي ده مش جاي من الالفيلاي بس ده الفيلاي وديد سبيس الالفيلاي نسبة سيوتو فيها ستة في المية الديد سبيس ديت سبيس مفوش اي جاس تشيج ونسبة سيوتو فيه زي الهواء الهواء نورمال مفوش سيوتو يذكر اذا عاوز تعمل بالزبط بس يعني اربعة من مية في المية اربعة من مية في المية يعني اعتبرها زيرو يبقى هو ده الطايد الفوليوم الطايد الفوليوم 500 سنتي دوله طاعدين 350 جاي من الالفيلاي فيهم ستة في المية سيوتو والطايد الفوليوم تحط عليه مفوش سيوتو فخفضوا نسبة سيوتو خفضوها من ستة الى اربعة في المية خلاص يبقى احنا عرفنا كم في المية يشكل الديد سبيس بالطايد الفوليوم الديد سبيس خفض السيوتو في الالفيلاي حطيتو على الدهوة بتاع الالفيلاي اللي فيها ستة في المية فخفضها الى اربعة في المية يبقى خفضها كم اتنين يبقى بنسبة كم من الخليط اتنين من ستة تبقى بنسبة الثلث يبقى مية المية الطايد الفوليوم يمثل طلد حجم الطايد الفوليوم وعشان سعي الهلك اكتر حضرتك معاك ستة جنين خرجت قعدت تصرف 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 ورجعت في اخر يوم لقيت معاك اربعة بس كان معاك ستة لقيت معاك اربعة يبقى انت فقط قد ايه من ثروتك فقط اثنين من الستة يبقى فقط الثلث كما نفس الفكرة السيوتو في الالفيلاي ستة في المية لما بحط عليه الديد سبيس اللي مفهوش جاس اكتشينج اللي الهواء اللي فيه زي الهواء الجوي انسبة سيوتو سفر الخلطة اللي هو الاكسبايرد اير بيطلع فيها السيوتو اربعة في المية يبقى الديد سبيس خفض السيوتو بنسبة الديه كان ستة لما حطت عليه الديد سبيس بأربعة يبقى خفضهم بنسبة الثلث ديبقى هل هو يمثل الثلث طولة الخمسمية بالظبط لو لعبت على الكالكوليتور تبقى مية ستة وستين سنتي بوينت سيك 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 ما انت عاوز حتى بقولك كالكويتو عشان ما تنساش الرقم طولت الخمسمية واحد وكل اللي جنبيه ستات عشان ما تنساش مية ستة وستين بوينت سيك سيك تقريبا بنقول مية وخمسين يعني لو جالك في الامس كيو هل الطايدة الفوليوم هو طولت الطايدة الفوليوم صح مية ستة وستين صح مية وخمسين صح الراجل البورز ده عملها معادلة معادلة تفهة جدا السيكويتو في الالفيولاي ستة في المية بعد ما حبت علي الديد سبيس اللي مفهو السيكويتو بتنخفض النسبة من ستة إلى أربعة بدل ما كانوا ستة بقى أربعة يعني انخفضت بنسبة الاتنين يمثلوا قد ايام الستة بنسبة الطايدة يبقى مية المية الطايدة الفوليوم عشان يخفض السيكويتو في الالفيولاي من ستة إلى أربعة لازم يمثل طولت الخليط جبناها ازاي بقى دي انه هو بيمثل طولت الخليط يبقى المعدلة سهلة جدا يبقى هو بيمثل طولت الطايدة الفوليوم طب الطولت دي جابوها ازاي ستة ناقص أربعة ده الخفض اتنين على ستة حيثوا بصوا بقى معاني المعدلة سهلة جدا متى justice سهلة جدا هو كويتو في ه電ش ناقص ناقص Ice كويتو في الالفيولاي كويتو في الالفيولاي استة الـ الـ 3 بالطاعة التي تجدنا 5 مئة لكن هناك نسبة صغيرة بدل أن نعيد نسبة CO2 في كبير وطاق صعبة وطاق نستغل عنها معها نحسب نسبة CO2 في الأرتيرا البلد نسبة CO2 هو نفسه هذا سؤال الهوى في الأرتير بلد يبقى إكوليبريم مع الهوا في الألفيولاي الهوا اللي في الألفيولاي اسمعني جملة حلوة هو الذي يصنع الأرتير بلد يعني لما الدم بيجي للألفيولاي بيخلي الدم مع الهوا بيحصل إكوليبريم ما بينهم بالنسبة للأكشن والكاربون دائك سايت قبل كده كلمة إكوليبريم جاء من كلمة إيكوال يعني بيصبح نسبة الكارلونديكسايد والأكسجين في الارتياي البلاند بالضبط زي الالفيولاي فمدل من انت تصعب على روحك هتجيب ازاي عينة بالالفيولاي خلاص هتجيبها ازاي عينة بالالفيولاي انت لو طلعت نفس ده عبارة عن خليب من الفيولاي وطيد الغوليو عشان تجيب نسبة سيروتو بالالفيولاي بالضبط لا تجيب ان اخدت ان اعجيب اية معادلة هنا ده فيولاي الاخلي دي سبيس بيساوي تايل الولمال 500 في اثر تايل يعني ازاي 6 نقص 4 على 6 حيث 6 سيروتو بالالفيولاي الى الارتيلل 2 نقص 4 على 6 سيروتو بالالفيولاي الى الارتيلل يبقى هذه الطريقة سهلة جدا يجب واسمها بورز اقويجان او سيروتو مثل بتعتمد على حاجة سهلة جدا نقولها تاني مع بعض خب بالك ان ال 500 سنتي اللي بنطلعهم في النفس عادي دول مش جايين من الالفيراي دول جزء من الالفيراي وجزء من الديت سبيس هدي اول معلود طب الالفيراي نسبة السي او تو فيها 6% وعرفنا نجيبها ازاي هنعرف السي او تو عشرائنا للابتغ eve في الارتيريل لان الالفيراي يعني ال الالفيراي معاع تى الارتيريال ثلاث لان الالفيراي علم الع Sidual biotor وال откاله مستطيع المزات الخيار الان قالف الانا الاولاي where waltor is無限 غرور النم Bel mom used a TV انت فيتصل لان مزاهبات الوفيراي Hekata socesia sub 4 mikrofoni يبقى خفضوا بالنسبة الثلث يبقى 100% تايدال فوليوم ده يمثل طلت الخلطة اللي هو طلت التايدال فوليوم يبقى البرزك وجهة معادلة سهلة جداً طايدال فوليوم في طلت طب طلت اللي يجابوها ازاي؟ ستة ناقصة اربعة على ستة حيث ستة السيوتو في الأليولاي أربعة السيوتو في الاكسبارد اير على ستة السيوتو في الأليولاي سنجيب عينة ازاي من الأليولاي صعبة جداً لان الهواء اللي بيطلع لك ده مش طالع من الأليولاي ده سنجيب عينة من الأرتيريال بلاد الأرتيريال بلاد زي الأليولاي بالزبط لان من صنع الأرتيريال بلاد هو الأليولاي دي اسمها بورز إكويشن انا عادت نجوم متحبوش المعادلات لكنهم طرقتين سهلين وبقالوكو حاجة جميلة ان طرق قياس الديد سبيس افتح دماغك معايا أسماء الغازات الرئيسية في الهواء يعني فيه نيتروجين ماثود والسيوتو ماثود حتى حاجة جميلة صور النيتروجين ماثود برغم ان اسمها نيتروجين ماثود الا ان الباك بتحتوي بور اوكشن احنا عندنا التالي الحاجات الاساسية في الهواء اوكشن وكارمون داكسايد ونايتروجين هما دول في طرق قياس الديد سبيس عشان طريقة حلوة ما تنساهاش يبقى نيتروجين ماثود وكارمون داكسايد ماثود نيتروجين ماثود وكارمون داكسايد ماثود والثانية اسمها بورز ماثود او إكويشن والثانية اسهل العمر ما كان الاكسايد ما هو الويلاء اللي هو الطايد الفولم ما هو تعريف الطايد الفولم دا فالاكسايد فالاكسايد عبارة عن الويلاء مع ديت سبيس الويلاء فيها 6% ديت سبيس ما فوش طب نسبة دال دا قد ايه؟ دا فيها 6% بعد ما خلطتهم بقى فيها أربعة يبقى الديت سبيس اللي ما فوش سيوتو خلط بعد ما خفض نسبة السيوتو في الويلاء من 6 إلى 4 إلى نسبة طولت يبقى هو يمثل طولت الخلطة طولت الطايد الفولم طب عملها معادلة الطايد الفولم في طولت طولت دا جبتها ازاي؟ انخفض من 6 إلى 4 يبقى 6 نقص 4 على 6 حيثوا 6 الويلاء انت منش عارف تجيب الويلاء لانها صعبة فبتجيب بدالها الارتيل هتمنى تبقى واضحة طيب قول علمتكم حاجة جميلة بعد اي ميجرمنت في الدنيا دازم تقولي نورمال ستاندرد يعني قلت ميجرمنت يبقى الايتم اللي بعد نورمال ستاندرد تبقى اي ميجرمنت تبقى اي ميجرمنت يبقى اي ميجرمنت طبعا 30% تقريبا 1 ثيرت يبقى صح كم الصحة ؟ يبقى 166.666 حتى قلت لكم واحد جربها على الكالكوليتر وكل الوقافين جنبيه ستات عشان ما تنسهاش لو قال لك مئة وخمسين مليليلتر صحة يبقى اي حاجة في الاربعة دي حاسع بالجمع الانت تبقى صحة لو قال لك الديد سبيس اصحة واحدة وان ثيرد الطيلة البولي الى 30% الى 166% الى 150% تقريبا كل الى صحة نقل نقطة الخامسة والاخيرة يعني اهمية الديد سبيس يعني انا اريد اقول لك حاجة لطيفة قوي كل شيء عند الله مصرع ما كانش ممكن ربنا يبتدي الالفيولاي من اول النوس طبعا ممكن ما فيه الفيولاي من اول هنا طب ليه ربنا بيمشي الهواف ممر طويل قبل ما يدخل على الدلكة الفيولاي تعال اقول الفيسيولوجيكال امبورتنس والكلينيكال امبورتنس نبتدي بالفيسيولوجيكال امبورتنس وجود الديد سبيس هو ده اللي خلى فيه ديفرانس ما بين الالفيولار اير والالفيولاي في الكمبوزيشن وده اللي اعتمدنا عليه في سيوتو مثلا ان عمر ما كان الالفيولاي ده مش جامل الالفيولاي بس دخليه من الهواء اللي في الالفيولاي والهواء اللي في الديد سبيس وانا الديد سبيس لم يحدث فيها تبادل غازات لا تاخد منها اوكشن فالاكشن عالي ولا تحط عليها سيوتو فالسيوتو قليل حتى شفتنا الفرق ان كان السيوتو في الالفيولاي كان فاكرين يا وراد مهمة جدا 6% بعد اضافة الديد سبيس خفض السيوتو في الالفيولاي 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 يبقى اول اهمية في السيولوجية ان موجود الديد سبيس خلى تركيب الالفيولاي اير نسب الاكشن والكاربوناكسايت في الالفيولاي مختلفة عن الاكسباير اير لماذا؟ لان الاكسباير ده عبارة عن الالفيولاي الديد سبيس الديد سبيس ما اتخدش من الاكشن ما زال الاكشن عالي ما اتضافش عليه سيوتو ما زال السيوتو واطي فلما تحطوه مع الالفيولاي اير يبقى الخلطة اغنى في الاكشن وافقى في سيوتو واحنا قلناها كانت هنا في اربعة في المئة بس انما هنا في ستة ادي اول حاجة تاني في السيولوجيكال امبورتنس قلناها بكده وليه؟ هو ليه ربنا بيمشي الهوا في ممر طويل؟ قبل ما ندخلوا الالفيولاي نقولها في عجالة وانها في اول محاضرة اول حاجة قلنا لما قلنا قصة كويت درجة حرارة عالية جدا متوصل فوق الخمسين مقدرش اجيب درجة حرارة وهو درجة حرارة فوق خمسين ودخلوا على الالفيولاي فبعمله ترتيب قلنا في كده درجة الحرارة تبقى لاقس عشرين او لاقس عشرين مقدرش اجيب هوا درجة حرارة تبقى لاقس عشرين او لاقس عشرين ودخلوا على الالفيولاي يحصلها فريزنج للدم يبقى عمله وورمينج وفي كل الدنيا بما فيها مصرين العزيزة في تلوث قلنا في القاهرة في قاتن قاتن نمرة واحد في التلوث بعدها القاهرة في لازم نعمل في التريش يبقى ثاني اهمية في فيسيولوجية الهواء الهواء لما بيمر في الديد سبيس بيحصل له ترتيب وتدفئة وتنقية طب التنقية هالاهم فنهتم بيها البارتكلز هناخد البارتكلز اللي موجودة في الهواء هنتخلص منها ازاي الاول اريد ان اعطيك البرانسبل كل مكاتل حاجة كبيرة يبقى مسكها اسرع يعني امسك حاجة كبيرة اسهل انك تمسك حاجة صغيرة وكذا في الهواء البارتكلز الجزائيات اللي اطبر من 10 ميكرونز ده كبيرة اوه دي بتتمسك على طول في النوز بالشعر اللي في النوز الهير والمخاط الميوكس بالشعر اللي 6 ميكرونز لا ما بتلحقها في النوز تلحقها في الهواء او في الهواء او في الهواء في الهواء تتمسك بالمينكوزة ولو نزلت شوية في الهواء فاكر اسكليتور السيليا التي تعمل مثل السلم الكهربائي بعد ما مسكت هذه الحاجات في النوز او في الهواء الهواء تتخلص منها بطريقتين تطردها او في الهواء 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 نصف من نصف ل 2 ميكرو نوز او في الهواء بمين؟ بالفابوسيتك سيلزي بتاعت الالفيولاي تلتهمها اللي يسموها داست سيلز طب لو حاجة أقل من نص مايكروب ما أمرك ما تقعرف تمسكها حتى بقولها بطريقة كده بتقعد داخلها خارجة داخلها خارجة في الار أنت تفرج عليها بس عمال تشوفها بس داخلها انت شايف طبعا تقل من نص مايكروب ش تشوفها بس بقول ما تمسكهاش خالص يبقى لو حاجة أكبر من عشرة تمسكها في النوز حاجة من اثنين لستة بتمسكها في الأبر رسپيراتوري أو اللوار رسپيراتوري سيستم حاجة تحت كده من نص الاثنين تمسكها في الالفيولاي تحت نص ما تمسكهاش خالص طبع خارجة داخلها تتفرج عليها بس اللي هتمسكه في النوز والأبر واللوار رسپيراتوري سيستم هتشم هتطلعه بالستيزي او كحن اللي هو كحة تمام؟ اللي دخل الالفيولاي بالفاجوسيديك سيلز اللي اسمها داس سيلز التانيين أقل من نص وتتفرج عليهم يبقى أول أهمية في السيولوجية ان وجود الالفيولاي خلي تركيب الالفيولاي مختلف عن تركيب الالفيولاي ثالثة أهمية أولاد يعني شحن الكاترا هي الأهمية الكليكية ان وجود الالفيولاي مختلف حسابه كم اللي باخده في النفس الواحد اللي هو التانيين سنطي نص لتر في عدب مرات التنفس في الديئة اللي هو قدنا تقريبا من 10 الى 12 يبقى لو عاوز أحسب البلمونالي من تليش أنا باخد في الديئة اللي باخده في النفس نص لتر في عدب مرات الانفاس في الديئة اللي هم اتناشر نص في اتناشر يبقى ستة لتر ده مين ده يا أولاد ده البلمونالي من تليش وهي مكتوبة أصدنا في الشخص الطبيعي في الايوبنيا يعني في النفس الطبيعي الريسبراتوري ريت اتناشر في المرة نأخذ نص لتر 500 سنتي يبقى البلمونالي من تليش نص في اتناشر يبقى ستة لتر ما هي الالفوروينتليش انا قلنا انا ما استفادش بالنص لتر مش كل النص لتر يعمل تبادل غازات انا اللي يعمل تبادل غازات هو اللي دخل الريلايباس يبقى هو طايد الفوليوم مطروح منه مطروح منه الديد سبيس وده الاهم الالفوروينتليشن هو حجم الهواء اللي متبادل معه مش كل طايد الفوليوم متبادل معه مش كل 500 في يوم 150 محسوبين عليها غلط الديد سبيس حجم ميت حرق الالفوروينتليشن هو حجم الهواء الديدس تضرب ٢٠٠ لترى ٤٠٢٠ لترى أقل الحصول لترى ١٤٢ لترى ٤٠٢ سنطة أو ٤١٢ لترى لابدت بها، تقوم بها أقل الحصول لترى ٤٠٢ سنطة في عندنا امراض في الطب وفيه ادوية تعمل شابت بريهنج نفس ضح وسريع فسريع ففراجع ان الشخص هيتنفس 30 مره سيدي مش 12 بس لكن بياخد بدلا 500 سنتي متين احسب البلمونالي فانتليشن في الحالة دي اللي بياخده بياخد 200 سنتي بالنفذ 30 مره يبقى الكمية اللي بياخدها في الدقيقة اللي هو البلمونالي فانتليشن تلاتين في متين تطلع ستلافي على ست تلاتة تلاتين مرة خمسين في تلاتين مرة خمسين في تلاتين تبقى تطلع الف خمسمية تبقى لتر ونصف ينهر ابيض بينما البلمونالي فانتليشن هو ستة لتر في حالة الشالو رابد بريدينج اللي بيدخل الفيلاي مش اربعة واثين وعشرة لتر واحد ونصف لتر يعني تقريبا تولت الطبيعي يبقى الشخص ده هيجيله مصيبة نقص في الاكشن هيباكسيا وهيجمع السي او تو هايبر كابنيا ودي حاجة خطيرة جدا عشان كده بنعلمك اخطر حاجة هي المرض في حالة النفس او العقار اللي يخلي النفس شالو رابد تعال اندى كونتري لو كان النفس ديب و سلو خلاص ديب و سلو ديب و سلو و سلو و سلو و سلو و زي في الاثلاتيكس في الالي اكسرسيز في بداية الاثلاتيكس يبقى النفس ديب و سلو تعال انتشبها ايه اللي حدث في الاثلاتيكس طيب يعني بدل ما ياخد خمسمية ياخد ديب ألف و سلو بدل ما يتنفس 12 بياخد 6 تحسب سلو اخسن من المئة و خمسين المعة و خمسين يبقى مية و خمسين يدخل إضرابهم في ستة تلاقي ان اللي دخل خمس تلاف ومئة سنتي يعني خمسة واحد من عشرة لتر يعني احسن من الشخص النورمال النورمال اللي بيدخل عنده الالفيرال 4.2 اللي هو المهم الكلام ده بيحدث في الاثليتس في اللايت اكسرسايز في الاثليتس في اللايت اكسرسايز ده الاهمية الكلينيكية للديد سبيس وده اولاد واحد من اهم الاسئلة عندنا في الاسئلة الديد سبيس تعال بقى نجمعه في عجالة تاني نشوف الخمس نقاط بتوع الديد سبيس انا عالف ان تقدروا تعال تترجعوه بس يعني في عجالة نقوله برضو الديد سبيس الكلمات اللي متعلقة بي يبقى اول حاجة الديفينيشن قلنا حضرتك الخمسمائة سنتي ثلاثمائة وخمسين بيتخل الألويلاي والكنداكتنج زون بيبقى فيها مئة وخمسين مفهومش أي استفادة يبقى ما هو الديفينيشن؟ The volume of air هنفر الكلمة المهمة That does not The volume That does not The volume that does not نوت الثانية المواد الثانية The volume of air والمرضى يقصدون اندفى كهما الناتوميكات كلنا اعتمد والمرضى بالإضافة إلى الاناتوميكال يوري الأولوجات ほど قد أستخدم الضوان겠ج فالنوع الكبار aquellos Week windy والخلقات يبقى في الأسحاء الفسيولوجيكا اليساوي الأناتوميكا نقطة الثالثة المجهة قلت لك عشان تفتكر الطرق اسم غازين موجودين في الجو هتتعاملها لك باللون الأحمر اللي هو نيتروجين ماثود وكاربون ديكسايد ماثود هي عديني موضحها وبرغم من الطريقة اسمها نيتروجين ماثود لكن الغاز المستخدم في الباب بير اوكشي يبقى كانوا التلات غازات موجودين في الطرق نيتروجين ماثود و سيو تو ماثود النيتروجين ماثود نسميها فاولر ماثود و السيو تو ماثود نسميها ميش ماثود بورز اكويجين طيب نيجي بعد كده النقطة الرابعة النورمال ستاندرد قلنا حسب الجامعة اللي انت فيها لو قالك طولت الطائدال تقدمisha تقدمisha هناك اهميات فيسيولوجية القيام عن تركيب الالبير مختلف عن الاخر الـ Expired Air عبارة عن ألفا مضافة لـ Dead Space وهو أغنى في الأوكشن وأفقر في سيوتيوب ثاني نقطة في السينوجية الـ Protective Function أن الـ Dead Space يعمل عملية ترتيب وتدفئة وتنقية و تكلمنا عن حتى يسعب بعض الناس و لا يسألوا الفكرة سهلة جدا كلما الـ Particles أكبرت بمسك أسهل أكثر من 10 في النوز 2-6 في الـ Upper lower respiratory system أو Airways أقل من نصر الـ 2 تتمسك تحت خالص في الـ Alveoli في الـ Duff cells أقل من نصر و لا تتمسك خالص ثم الأهمية الـ Clinique التي تهمك جدا أن وجود الـ Dead Space أعمل لي شيء جديد اسمها Alvorventilation يعني فيه هوا نأخذه وفيه هوا يدخل الـ Alveoli الذي نأخذه اسمه Palmonary Ventilation الذي يأخذه رئة برئة 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 وهو تضرب كده والذي يأخذه في عدم مرض تنفس وهو Tidal Volume وهو Tidal Volume وهو Tidal Volume وهو Tidal Volume لكن هذا المهم الذي يدخل الـ Alveoli هو هذا الذي تنتفع به يجب أن تشير من Tidal Volume من Tidal Volume وهو Tidal Volume وفي الـ Deep Slow Z وهو تقوم برئة 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 بطريقة سهلة ومن غير حسابات ما هي تريد الـ Salo Rapid Breathing؟ لو أن أخذ نفس الـ Salo Rapid يعني سريع وفي نفس الوقت ضح وهو الرئة الـ Normal Breathing يدخل الـ Alveoli هنا الـ Alveoli لكن عندما يعمل الـ Salo Rapid يبقى التهوية كلها على مستوى Dead Space لا يوجد شيء تدخل الـ Alveoli فهو يحدث سبير نقص في الـ Auction ZF CO2 من غير حساب الـ Salo Rapid تعمل تهوي الـ Dead Space بينما التنفس الطبيعي يدخل الـ Alveoli طبعا أحسن منه في الـ Athletics الـ Deep Slow يدخل الـ Deep Slow في الـ Athletics في الـ Early Exercise الـ Salo Rapid يدخل الـ Alveoli وتبقى أهباب يؤدي إلى هيبوكسيا وهايبركابنيا مع الأمراض ومع الدروج هذا كان الـ Dead Space طبعا نتقل إلى موضوع الثاني وعندما تركز معه في بعض أكواس قوي قوي ليه ثلاثة عنوين Elastic Properties of Lungs أو Lung Compliance compliance يعني طواعية يعني أقول You are a compliance student أنت طالب مطيع أو عنوان ثالث Pressure Volume Relationship يعني بالكتب في الكتب المختلفة ثلاثة عنوين الـ Elastic Properties هي طواعية الرئة Lung Compliance هي Pressure Volume Relationship وببتدي ببدأة طفولية أولاد فأقول أنا أفرط لا أريد أن أريد أن أريد أن أريد طفولي خالص عندي بلونة وعند صندوق خشي حلو كده هدخل في كليهما نفس حجب الهواء لتر هواء أبسانتي هواء وأشوف البرشير هيزيد في أيهما أكثر ففي السندوق الخشب لأنه ما عندوش إلاستيك بروبرتيس مش مارن ما بيطوعنيش ما بيتسعش فالضغط فرضته أنه زاد عشر سنتيمتر ووتر بريشير بينما البلونة لأنها إلاستيك لأنها بتطوعني بتوسع فالوسعة الضغط ما زادش قوي زاد فقط لخمسة سنتيمتر ووتر بريشير طيب عرفنا إزاي أن دي ما بتوسعش ودي وسعت كويس حسبنا الراشيو ما بين التغير في الحجم اللي هو ألف سنتي والتغير في الضغط الراشيو ما بين الـ change في الفوليوم والـ change in pressure في حالة السندوق حطيت ألف والبرشير زاد عشرة تبقى ألف على عشرة زاد هنا فقط كان بقى أولاد زاد ميت ميليليتر لكل سنتيمتر ووتر بريشير وهو الألف زياده عشرة سنتيمتر ووتر بريشير ألف على عشرة تبقى ميت ميليليتر لكل سنتيمتر ووتر بريشير بينما في البلونة لأنها التسعة لم تزد بريشير أو تزاد لخمسة فألف على خمسة فزيادة كانت 200 ميليليتر لكل سنتيمتر ووتر بريشير فقلنا الريشيو أحسن في حالة اللنج لماذا؟ لأن اللنج توسع فممكن بطريقة سهلة جدا لأنها توسع وممكن أخط حجم كبير بتغير صغير في البلونة حجم كبير بتغير صغير في البلونة لأنها توسع يبقى بريش وتطلع عاليا بينما الصندوق ما بيوسع تخط نفس الحجم لك البلونة الجامعة اللي موسع يبقى الريش تطلع قليلة يبقى الريش بتقس لي قابلية التساع الشيء هو ده كمبلاينس حفظ بطريقة رائعة what's كمبلاينس والطلب يقول لي بنسمع كمبلاينس 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 بين change in volume to change in pressure طلب يذكرون يكونا يقولون إحنا كوروناكس عفظنا كوروناكس كوروناكس is a time needed by double dollars كمبلاينس تنساها ستسمع صوت بالامتحان كمبلاينس is a ratio between change in volume to change in pressure كلما يكون قابلة للإتساع وفهمت لك بطريقة طفولية لماذا من قلت لك أما تبقى حاجة قابلة للإتساع بص الإيدي يمكن تحط فيها حجم كبير عدم بتوسع حجم كبير بتغير صغير في pressure يبقى اللي فوق كبير واللي تحت صغير فتط عريش عاليا يبقى الكمبلاينس متئيس قابلية تسرقة ممكن يجابي بقى الديفنيش بطريقة تانية في الامس كيو وعبارة عن الوليوم تشينج لكل يونت pressure change يعني هنا بقدر أخط 200 سنتي والpressure يزيد سنتيمتر روتر بس إنما هنا لما أسب 1000 على 10 قدر أخط 100 سنتي بس ويحدث نفس زيادة في الpressure لسنتيمتر يبقى compliance في الامس Q لاتنين تجوم صح It's ratio between change in volume to change in pressure دي واحدة أو أو It is the volume change for each unit pressure change the volume change for each unit pressure change كل مكان تقدر تخط volume أكبر بنفس تغيب في الpressure يبقى الحاجة ليه توسع سهلا يبقى دي أول حاجة تعلم على compliance ثاني معلومة لما حضرتك تقول ratio between change in volume to change in pressure any pressure وخدنا في المحاضرة الأولى هو الذي يوسع رئة قلنا رئة ممكن تتسع من جراء نزود pressure inside أو نلقص pressure outside plural pressure وقلت لكم للأوائل لا هو لازم تعمل اثنين لازم اللي باع اللي باع اللي باع يزيد على اللي باع لما حكيت لكم قصة البالونة الواحد ينفق باللونة يبقى يزود pressure جوه وأنا ضغط له عليها من بره مش هتتتسع يبقى إمتى البالونة الأوائل تتسع مش لو اللي جوه زاد أو اللي بره قال لازم اتنين مع بعض لازم جوه يزيد عن بره لأن انت بنزود جوه هو أنا دسلك عليها من بره مش هتتسع يبقى ما يسألك مين هو دستنين pressure هتسمعها أنا قلت هلا دستنين pressure هو difference in pressure between inside and outside قالوا في كلمة واحدة trans-mural اللي هو عبر القدار ميورال يعني قدار trans-mural يعني عبر القدار اللي هو في حال تريعها يبقى trans-pulmonary المعلومة الثالثة المعلومة الثالثة يبقى معلومات مسكوزية برصاص ومن أهم المواضيع أيضا compliance كل ما الرئيسي طلعت عالية معناها أن رئة قابلة للاتساع يبقى compliance النقطة الثالثة is a measure of distensibility قابلة التساع بنفس المعنى في مسكوزية expansibility يبقى distensibility أو expansibility خبها اللي بعديها مهم عوي but not elasticity ليه compliance يا أولاد عوجة توسع قابلة التساع بينما الاستيستي عوجة تصغر compliance عكس الاستيستي it's not a measure of elasticity it's a measure of expansibility or distensibility but not elasticity compliance عاوزها توسع بينما distensibility يا أسف الاستيستي عاوزها تصغر وفي حاجة تانية عاوزها تصغر ليه اللي هو RBCs ايه رأيك انا برسمها هدل الوقت وحطها لك وصادك على الشاشة ال RBCs يا أولاد اهي اللي بتبقى أباكم كيف ماياش elastic بلاستيك بلاستيك لكن ممكن لو جبت السيرفس لفوق السيرفس ده التحت يبقى RBCs عندها compliance yet it is not elastic يبقى compliance لا علاقة لها بالإلاستيستي ده بالعكس compliance عاوزها توسع الإلاستيستي وده اللي هنشوفه عاوزها تصغر وأقول لك معلومة ثانية مهمة بي مش الرئة بس بجسمك اللي عندها compliance يعني موضوع compliance ده لو جهر في الدكتوراه مثلا ولا في الماجستير كل حاجة في جسمك قابلة الاتساع لها compliance معدتك بتوسع تحط فيها أكل قابلة يبقى عندها compliance الرئيس بتوسع وتحط فيها بول يبقى عندها compliance الرئيس بتوسع وتحتوي بلد يبقى عندها compliance الرئيس الهارت بيوسع ويشيل بلد يبقى عنده compliance أي ديستندابل أورجن أي أورجن في جسمك شوف جملة المهمة الأوائل هي قابل الاتساع has got a compliance ونقيسه كل ما يتسع لحد ما أكبر بتفهم بالعربي بتغير أقل في موسيقى يبقى قابلة للتساع أورجن كذلك compliance يبقى قابلة أو اجستندابل قلتلك بعد المسل تجيبلي النورمال اه تفتكر عندنا نفس مواد ومساعدة هي قبلياتهم الاتساع أكثر من أكثر من هما الاتنين مع بعض يعني في الحقيقة من اللانج وشتول مع بعض إنما لو أقوم نقوم بتجربة مثلا على قطة آخر خرجنا بلاحق وشتحنا القابلية الاتساع الأرئيق لوحده والاتساع من اللانج وشتحنا مع بعض فأنا حتى المثال اللي قلت أولاد اخترت الأعداد عشان نطلق على نورمال ستاندر النورمال كومبلاينس واللانز هو جال أهم من تشيستول همين مثل بعض 200 مليليليتر لكل سنتيميتر ووتر بريشن يعني لو باللتر لو جابها لك يبقى 2 من 10 لتر 200 سنتي 2 من 10 لتر لكل سنتيميتر ووتر بريشن بينما انك توسع الرئة والتشيستول مع بعض مئة المئة أصحب من واحدة لوحدهم فبيطلع 100 مليليتر لكل سنتيميتر ووتر بريشن هتقول لك حسبوها ازاي ان اللانج واحد على متين والتشيستول واحد على متين طب لما تاخد اللانج والتشيستول يبقى 2 على متين تبقى واحد على مين وبحفظها لأجيال بطريقة رائعة بقول الحاجة الوحدها بالعكس اللانج الوحدها والتشيستول واحده الكمبلانز بتاعيتها بالصلي مش هتنسى 0.2 بينما اللانج والتشيستول مع بعض 0.1 يعني الطريقة اللي ممكن هتنسوها تقول لي احنا حفزنا انت قلتها ازاي الاتنين واحد والواحد اتنين يبقى الحاجة الوحدها 0.2 والاتنين مع بعض 0.1 الاتنين 0.1 والواحد 0.2 الحاجة الوحدها 0.2 اللانج والتشيستول مع بعض 0.1 يبقى الواحد اتنين والاثنين واحد مش هتنسوها الواحد الواحد و 0.2 اللانج والتشيستول كل واحد الواحد إنما اللانج والتشيستول مع بعض يبقى 0.1 سهلة 0.1 لتر لكل سنتيمتر روتر بريشا موضوع ده مهم يا اولاد اخذوا بالكم من الموضوعات المهمة في الطب فتعالى نقول ثانية النقاط الأساسية قبل ان نبدأ الموضوع ما هو الكمبلاينس او النقطة اضطها في المعرض احفظ معايا الكمبلاينس فيه تعريفين يا اولاد ايجا ريشيو ايجا ريشيو بين تشينج في فوليوم تشينج في بريشا كل ما الحاجة كانت تبقى الكمبلاينس في البلد من غير الاعداد تقدر تشيل حجم كبير لان تتسع بتغير صغير في البريشا وتطلع الكمبلاينس عليه كمبلاينس كمبلاينس بين تشينج في فوليوم و تشينج في فريشا او تشينج من تشينج 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 من تشينج تشينج طب النقطة الثانية ما هو البرشا المقصود؟ من هو التشينج؟ هو الـ difference ما بين الـ inside و outside في كلمة واحدة نسميه Transmural اللي هو في حالة الرئة اللي جوه ألفل واللي برا يبقى الـ distending pressure هو Transmural أو Transpulmonary اللي هو ألفل نقص برا نقطة الثالثة مهمة جدا في الـ MSQ إيه أهمية الـ compliance مش بس في الـ Lung وقالت لك كل شيء قابلت لها compliance heart, vessels, stomach, urinary blood كل ذلك مـ compliance وقالت لها compliance الأوائل It's a measure of distensibility صح expansibility صح Elasticity غلط غلط الـ Elasticity عاوزها تصغر بينما الـ compliance عاوزها تكبر فهو عكس الـ Elasticity والـ Self-Extension الرئة It's a measure of distensibility أو expansibility نقطة رابعة Normal standard You'll never forget Lung كيف يقوم بعمل الرئة والـ Lung والـ Lung والـ Lung و Lung و Lung و Lung و Lung و Lung و Lung يا أولاد على العظمة الالهية سنأخذ تجربة جميلة ونقوم بقطة ونظر منها اللونز بره وندرس الكمبلايانس نغير تغيير التغير في في الجهاز وتكون عارف شكله فقد اضطئ ونصبح الهواء ونسحب هواء فهواء يسبب تغيير التغيير في كل مرة القيامة نقوم بإعداد التغيير على الكلام وإننا نقوم بحواء في التغير في الفوليوم. الفوليوم زاد قديه والبريشور تغير قديه. ده الجهاز. يبقى بالزبط خدنا ده الرئة بتاعت القطة. دعني قطعناه وطلعناه بره. حاجة تماثل التشيستول واجار. وعملنا بنسحب هواء. فالبريشور لنا becomes more negative. نقيس البريشور. ده التغير في البريشور. الرئة توسع. فنقيس التغير في الفوليوم. ونرسم كيرف يمثل البريشور تغير على الأفقي في مواجهة الفوليوم تغير على الرأسي. دعني معالج الكيرف الأولادية. هنا التغير في الفوليوم وهنا التغير في البريشور. لاحظ ان الكيرف في الأول لما بنغير البريشور. نزود في البريشور هنا. الرئة لا تتسع على الإطلاق. يبقى تغير البريشور. لا يوجد زيادة في الفوليوم. وعليه يبقى تغير البريشور لأن الفوليوم تغير صغير جدا. لا يوجد فوليوم تغير. لا يوجد فوليوم تغير البريشور. لا يوجد فوليوم تغير البريشور. لماذا؟ لأن أولاد للأسكاء فقط. أفوقها جدا، ل söyleye Ursula في الجدة، حيث يختصها من جرسة 얼마 سوى بالإضافة أيضا. يعني تز turnout والأسكاء فقط. أولا يو lone pressure, ويغلل البريشور بإضافة حولها. لأن الصغير قوام للإضافة. موجد الآخر، لأج please push the oil mixture. لأن الصغير قوام للإضافة. هذا هوおっénom توقف المشكل للإضافة. كل زيادة في البرشير يقابلها زيادة في الوليوم هذا الانفليشي طب اتاهايه البرشير هلاكي برضو مزاوي البرشير والوليوم ما بيزيتش ليه؟ لان الرياض بقى الديستندد على الاخر زي قاستك شده الاخر فانت عملت زود البرشير والاستيستي بتعاكسك لانه مجدود على الاخر يبقى الكيرف حلو في النص في الاول ضيعت البرشير لان الرياض بقى البرشير في الاخر ضيعت البرشير لان الرياض بقى مستعد ما تقدرش تشد الاسكالتر من كده يبقى احلى حتة هيا الحتة اللي في الميدر رينج كل تغاية في البرشير يقابله زيادة في البرشير يبقى اتالو برشير الكمبلانس باري لان لان مزاوي البرشير يبقى البرشير يبقى البرشير احسن حاجة في ميدر رينج كل زيادة في البرشير يبقى زيادة في البرشير لما يبقى اتالو برشير يبقى اتالو برشير تأمل خاص بالعب الله هذا الانفليشن كير يقوله انه شكله يبقى الاسود زي الاس شاب لو سألك تأمل خاص بالعب الله او تعالى قبل ما اقوله الديفليشن كير هنعيد التجربة بالعكس يعني تطلع هوا وتشوف التغير في البرشير في الديفليشن اللي هو يعادل الانفليشن فلاحظنا حاجة رطيفة جدا ان الديفليشن كير اعلى من الانفليشن كير يعني الكمبلانس في اثناء الديفليشن اللي هو الانفليشن احسن من في اثناء الانفليشن خلاص لماذا؟ تعالى نشوف انا هكتبها لك معلش هستعزن اخدها منكم ثاني واكتب لك السبب في عجالة كده احنا قلنا ان الكمبولانس عاوزة توسع وكام حاجة عاوزة تديق اثنين الريئة عاوزة تصغر بالالاستيستي والاهم منها ايه؟ فاكرين سيرفس تنشي سيرفس تنشي طيب في اثناء ال اكسبيريشن خلاص خلاص سيرفس تنشي وعليه الكمبولانس تزيد الكمبولانس تزيد تنشي احنا 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 قلنا الكمبولانس احنا قلنا الكمبولانس الكمبولانس يقل في الكمبولانس في الكمبولانس العكس الريئة توسع فتركيز الكمبولانس فالإنفليشن الذي يتمثل الإنفليشن هل تعرفت الإجابة؟ لأن في أثنان الرئة يريد أن يوسع الرئة هناك شيئين يريد أن يصغروا الرئة والأهم منها السيرفستانشن فإذا كنت نقصتها، فالإنفليشن يريد أن تزيد الإنفليشن يريد أن يصغروا وأن تزيد أثناء الإنفليشن، عندما تصغر تركيز السيرفستان يزيد، ويقوم بإنفليشن يريد أن ينقص السيرفستان ففي الإ포 الأم humility ، أínaل السيرفستانشن السيرفستان يريد أن يكون الإنفليشن أقل بب kart thing ، ففي الإنفليشن يريد أن تزيد وغيرها بالإنفليشن هو انفليشن بسأ3 التركيز السيرفقتان الد 23 samb Mozart يزيد وأتضون الأسعار السيرفستانس. وعليه إنفليشن السيرفستان إثنشن والإنفليشن يريد أن تزيد أول ملحوظة في الكيرو ملحوظة في الكيرو ملحوظة أنه ملحوظة في الكيرو ليس ملحوظة بينما هو S-shaped أول حتة تلوير ملحوظة في كل ضغط ضعفة يستند الرئة وبعدين أحسن حتة في الميدر رينج وبعدين يرجع ثاني يستند يبقى أول حاجة تلاحظ أنه S-shaped أول ملحوظة في الكيرو ملحوظة في الكيرو ملحوظة في الـ الشكل العام في الكيرو إذا اخدت الـ inflation & deflation لقدرت راجل الأثر اخترت تعبير غريب على أولي هذا الشكل هو Hystresses يعني شكله مثل رحم الأنثى تجويف رحم الأنثى فشكله مثل الهيستريس أنا لا أعرف أن هذا الرجل كان يأخذ ساعتها شكل الكيرفي مثل المغزر شكله مثل ورقة شجرة إنما أشبه لطلبة عمرهم لم يرى رحم وتجويف الرحم يقول لهم شكله هستريس ولكن هذا الذي يأتي في الامسكيو يبقى لو خد كل كيرفي الوحده الانفليشن الوحده او الديفليشن الوحده شكله هم متخيلين واس شاد الكيرفيين مع بعض التجويف ده شكله مثل هستريس نحن لما هنا ده هستريس كيف بالشكله دي تاني مرخوضة طب انا عاوز أكد لك أهمية سيرفستنشل ده سؤال مهم جدا في الامسكيو لو جبت الرئة بتاع الكات دي بره ومالتها صلاين 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 يبقى مفيش موجهة ما بين الهوا والفليود يبقى مفيش خالص سيرفستنشل انت لقيت السيرفستنشل تماما يبقى كومبلاينس زيج جدا لانه كومبلاينس عكس السيرفستنشل لما انت تملى الرئة بسالين مفيش اير ووتر انترفيس كلها مياه موجهة بالهوا المياه فانت لقيت قوة اساسية ضالعة بتاعكس كومبلاينس كومبلاينس عالي جدا فده يفشر ليه الصلاين فيلد لانج بيبقى كومبلاينس تاعها اعلى كيرب بتاعها اعلى كلها اسئلة انشكوية اولاد يبقى ثاني عاوز ارجع الحتة ارجع الحتة دي هناخد اكسايز لانج فهمت يعني اكسايز لانج هناخد هنقطع لانج بتاع القطة ونضعها برا الجسم خلاص هذه اللانج والجار بيمثل وبمب بيسحب هوا فالبريشور حوالين الريئة هيبقى نيجاتيف زي بالضبط الانتر برو بريشور وتقيس الطغير في البرشور او الساهم السواء بتاع البرشور فيدخل هوا تقيس الطغير في الفوليو يبقى عندك الطغير في البرشور وما يقبله من الطغير في الفوليو وترسم كيرف اهو الكيرف في عندك انفليشن وفي عندك ديفليشن كيرف وفي الصلاين فيدخل فقلنا مرنا بثلاث مراحل البرشور البرشور بيضيع تقلق البرشور لا يحدث زيادة في الفوليوم تحسن حتة كل زيادة في البرشور يقابلها زيادة في الفوليوم أسوأ حتة تقلق لا يحدث البرشور لأن البرشور لا يحدث بالتأمل بالعبد الله يبقى البرشور الحتة الحلوة في الكيرف في النصف في الميدر ريج خير الأمور أوسطه وحش والمقل وحش ألم تلاحظ تأمل خاص بالعبد الله أن لو رسمت الكيرف في نورمال يومن بينك واحد طبيعي اللونج موجودة جوة جاوب معي هل في النورمال كنديشن تبقى كلابسة بس لو خرجت الرئة برا تبقى الحتة الوحشة ليس موجودة لأن نحن لا يضطر نعمل كلابسة القلب لأن لا يوجد لدينا كلابسة القلب وبسبب يمنع أنها توسع جداً لدرجة أنك من قطر مهمة مجدودة يزيد و لا يزيد ربنا في في الإنسان موجودة الجميلة في النص الميدر لماذا؟ لأن في النورمال الوحشة لا يزيد الوحشة وفي النورمال الوحشة عمر الوحشة ستبقى بسبب أن يمنع الوحشة بحيث يزيد والرئة بسبب أن الوحشة و هذا ليس ربنا قال أنه يجازي كل من أحسن عملاً يعني أدام تعمل عمل كويس ربنا يجازيك صور حتى في النفس ما فيش مرة هتحرك التشيستول وتعمل تخلي من غير ما ربنا يجازيك يزود لك الفوليوم يعني كل مجهود هتعمله بأن تخلي سيقبل زيادة في الفوليوم كل ما تعمل حتى في النفس يا ربي أو بازيك حتى عن التنفس هشلك في الإنسان حتة الوحشة ليس هذا هذا وراء الخلق خالق ده الكيرف في حلق غير طبيعية كيف احسن اضغط اسم كيف احسن كيف احسن كيف احسن في حالة الدفلات او انت فهمت الديفليشن أعلى و شرح طالك لماذا؟ الكمبلايانس يريد توسع عكس الإللاستيسي والسيرفستنشن يقلل السيرفستنشن يزود الكمبلايانس والذي يزود السيرفستنشن ينقص الكمبلايانس الكمبلايانس سهلة الرئة تصغر فتركيز السيرفاكتن تزيد فالكمبلايانس تزيد لذلك الكيرب بالأزرع الانفليشن أعلى بينما بالعكس عندما رئة توسع لجواها تركيزه يقلل فالسيرفستنشن في الانفليشن يزيد وبالتالي الكمبلايانس تقلل هذا سؤال مهم جدا لذلك الكيرب بتاع الديفليشن أحسن الانفليشن وعشان كده لما يقصوا الكمبلايانس يقصوا انهم يشوفوا السلوب درجة انحضار الديفليشن كيرب احنا قلنا لو ما فيش سلوب خالص زي هنا وهنا يبقى فيش كمبلايانس ما بتوسعش البرشور بيزيد والفوليوم ما بيزيدش يبقى نو سلوب نو كمبلايانس اللي سلوب الانحضار هو اللي بيزيد كمبلايانس اللي سلوب احسن في حالة مين الديفليشن طب سؤال ثاني هيسألك في الشف وفي الامسكيو في الصالين فيلد لانج لو لانج جمالتها بصالين اول كيرب يطلع احسن ولقى لو حشيه اتعبط احسن لان متملها اللي ليس وجنه مواجهة بين الهو والماء لنجد نو غطر اير انترفيسة وعليه لا يوجد مدير توركيو هناك قوة من اللي بتعاكس الكلامة تلغط خالص يبقى الكلامة يبقى احسن كتير مدير الكيرب يبقى أعلى شكل الكيربات في الامسكيو تبقى عرفها كل كيرب على حدا لا تقريب حرف اس او بالتقريب يعني نشوفه اس انا مش شايفه اس او بس اعتبره اس اس الشيب. طب لتنين مع بعض هستريسيس. طيب ننتقل اولاد للحتة اللي بعدها. في عندي ستاتيك كيرف ودايناميك كيرف. خبرا بديم الحتة المهمة لكمبلايانس. نعرفها مع بعض. فيه ستاتيك كيرف وفيه ديناميك كيرف. ستاتيك لان كمبلايانس كيرف. هنا يعني ايه ستاتيك لان كمبلايانس كيرف. هنا ده بقى هنعمله في شخص طبيعي اللي هو حضرتك والعبد الله. هنا هنعمل الانفليشن ان دفليشن ان دفليشن ان في خطوات قليلة. يعني. هنيجي عشان تعرف ازاي بعمل التجربة بالظبط. انا عاوز اعيس حاجتين. الفوليوم. والبريشن. الفوليوم بنقيشه بازاي. بالسبايروميتر. يعني هاخد الهواء من السبايروميتر. فقدر احسب. خد مية. متين. تلتمية. اربعمية. يبقى باخد الفوليوم من الستاتيك. وفي كل مرة بقيس. الهواء. مين هو الهواء. احنا قلنا الهواء نقص بلورا. طب الهواء سفر. يبقى هو البلورا. خلاص. طيب سنعفل ده شوية لانه هيعكس. ـ. يبقى فى التجربة هنعملها ازاي ؟ ازاي بهتح ABO Vlive. ومشرحنا مستطفى ، مستطفى الكامل ، فإنت متصل بسرع ، خدت 100 ، خدت 200 ، أقوم بمية ، ومع ذلك ، وعلى ذلك ، وتقوم بحث الترميل ، وإيجاد ، ومستطفى الكامل ، هي الفرع وليس متصل ، فالترميل ، فهو الفرع ، لا يوجد المسال ، فهو الفرع بلول ، وفي الأنتر ازومجية البلول ، سهلة جدا ، في الترتكب ، سأخذ النفس في عرصة 100 سنتي ، و تتعدي فرصة للفرع ، إنها تبقى ستيبل وعين 200 واريلاكس قبل ما إيس 300 واريلاكس يبقى في الستاتيك كيرف بنعمل إياه وإياه وإياه الانفلايشن والديفلايشن بيحدثها إن فياري سمول ستيبس طيب يبقى هنا الفلاه يتعامل التغييف الحجم يتعامل ما قلناه إلى ستيستي و سيرفستنشن وعشان ما تنسى يا أولاد كل حاجة عملكتولي الخفظ يبقى الستاتيك كيرف أنت بتقف ما بين كل فوليوبو التاني ستتقف عشان كده قلنا إن ستابس القسم على اسف الستاتيك كيرف بتبقى باري سمول ستابس وفي كل مرة بتتريلاكس عشان تدي فرصة اللونج إنها تستابيلايز ففي الحالة دي أنت بتأبركام حاجتين في اللونج اللونج باللستيس يسيفس إنش عاوزها تصغر والكمبليانس عاوزها تكبر طيب بينما في الديناميك كيرف بقى ديناميك يعلى ما بتقافش حاجة ديناميك يبقى بتعمل القاتلي انفليشان وديفليشان ويدوان كونتينووس نون انتروبتت تقوم بسابقات كنتينيوز وغير مستقلع نفس واحد ولكن تقوم بسابقات كنتينيوز وغير مستقلع ترى ديناميك تبقى كنتينيوز وقف مستاتيك عندما عملها في مرة واحدة تبقى ديناميك. إيه الفرق بقى؟ إن في الكنتينيوس أصعب. ليه؟ لأن انت مش بس بتوفركم الالاستيستي والسيرف ستنشان ده انت لأن الموضوع كنتينيوس تعالف لما بتوسع رئيه الموضوع مخلص. الهواء عشان يدخل لازم نتعام الهواء رزيستنس يبقى بقى فيه بالإضافة لأن اللونج عاوزة تصغر بسبب الالاستيستي والسيرف ستنشان في صعوبة تالتة في دخول الهواء في صعوبة تالتة في تغير الموليوم اللي هو الفريكشن الريزيستنس بتاع الهواء في الهواء. يبقى عشان كده الكيرف يطلع أوحش الديناميك شوية ولسه في حاجة تاني في ان انت لما لما بتهدى كده بتقف بتدي فرصة للتيشو رزيستنس إنها اللونج ستابيلايز إنما انت لما بتاخدها في مرة واحدة يبقى انت بتعاكس التيشو رزيستنس يعني هنا بالإضافة للالاستيستي بتاعت اللونج والسيرف سنشان انت بتعاكس الريزيستنس بتاعت الريزيستنس بتاعت الريزيستنس فعش كده الديناميك كيرف يبقى أصحب شوية اهو بص معاكس يبقى في الديناميك كيرف و الفلو ابركامس مش بس اللونج والسيرف سنشان انزافه اهو هنا بي ابركم كمان اثنين رزيستنس فريكشن رزيستنس وتشو رزيستنس لان في الأوليان انت حذرتك ما بتقس غير تاخد استطيع تستاني ,خلاص ,يروي رزيستن التقايم الهو داخل حصد حصد ما بتقس مسناد بأسنان الهوه فالرزيستن مش ضالعة في القصة ، أننا خد مية وعدد تقيس الريزيستنس في الفولوم والتشنس في البرجيزيستنس يبقى لغية الاروير و التشيريسطانس إنما لما تخدها في نفس واحد كونتينيوس قولنا طايم فيه رجيسطانس من تقول هاو حاجة دايناميك ده رجيسطانس بيعوق التساع الرئة بالسرعة الواجبة و التشيريسطانس يبقى الاستاتيك متجابه حاجتين بس اللي هم عاوزين صغر رئة عاوزة تتوسع في حاجتين على المتهالة ألف مرة عاوزة تصغر الاستيستي والسيرف استنش إنما في الديناميك أربعة الاستيستي سيرف استنش والايروي رزيستنس والتيشو رزيستنس طيب بتاخد هنا يا أولاد السلوب بتاع الديفليشن كيرف خلاص أو ممكن ناخد اللاين اللي في النص كلما كان السلوب أعلى يبقى ده معناه أن تغير جامع يبقى التغير أكبر في الفوليوم بتغير أصغر في البيتشار كلما الكيرف ينام كده بقى التغير في الفوليوم سغير والتغير كبير كده كده تبقى عارف الكيرفين من دول يا أولاد طيب نيجي ده واحد مواضيع الصعب لكن أتمنى وأراجع لك النقطة الأساسية في الآخر كده ما هي الحاجات التي تؤثر فيها؟ أنا أحب أن أشرح شرح حسابي بطلبة تفهم أكثر ما هي المستاتيك من الآخر من الآخر من الآخر من الآخر من الآخر من الآخر أعود أن يسؤلوا من الآخر من تتوقعوا أن يمكن يزوي من الآخر من الآخر من الآخر امتا السيرف ستنشن بايه اللي قلناه؟ كانوا سؤالين في الامسكو مهمين جدا لماذا الكمبليانس بتاع الديفليشن اعلى الكيرف بتاع الديفليشن اعلى واحسن من كيرف بتاع الانفليشن؟ قلناه في الديفليشن كيرف يبقى اعلى لانه السيرف ستنشن بيبقى اقل لانه لما الرئب تصغر لما الديفليشن تصغر افتح ودنك تركيز السيرفكتن يزيد افتح ودنك وعليه لما السيرفكتن تزيد يبقى يقلل السيرف ستنشن لو عوجه صغر الرئة فرئة توسع اسر ثاني سؤال سيرف ستنشن لماذا الكيرف بتاع السالين في الديفليشن احسن؟ لنفس السبب لما تقلل الرئة سالين يبقى ما فيش ووتر اير انترفيس يبقى ما فيش خالص سيرف ستنشن يبقى التحديد ان تقلل الرئة فرائمة يبقى الاثنين التي يأتيوا في الامسكيوب التي يصمرها في الامسكيوب الوحيد عندما يهن ويكبر في العمر يبقى مجهوده وقل عضلاته وهنة ضعفت وستيل يريد ان تنفسه وينفظ في العظمة الالهية في الولد ايج الالاستيستي بتقل لان كنتيجة لاستخدام الرئة لسنوات طويلة الالاستيستي قلت فلما الالاستيستي تقل الكمبليانس تزيد ده من اهم الاسئلة بطريقة لطيفة عشان ما تنساش ابدا من الحياة شوية خيال فاكر سعيد صالح رحمه الله ما كان بيقول لك شراب أستك منه فيه شوية خيال اول ما تشتري الشراب جديد حضرتك عاوز تدخل رجلك فتعمل ايه توسع الشراب مش كده مش شراب يلا عشان ما تنسوهاش مش كده موضوع صعب شوية موضوع صعب شوية موضوع شوية توجد حضرتك موضوع صعب شوية موضوع صعب شوية حذر موضوع موضوع اللاستيستي الالاستيس عادت صغر وحضرتك عاوز توسع عشان تدخل رجلك بتكرار استخدام الشراب الاستيس عادت صغر لما الالاستيس عادت صغر يبوص انك توسع الشراب أسهل ولا أصعب دفنتي أسهل شراب الاستيس عادت صالح لما انت في الاول الاستيس قوي الاستيس عادت صغر وانت بتوسع الشراب عشان تدخل رجلك بتلقى مقاومة اكتر الاستيس تقلل الكمبليانس لما الاستيس تبوص باي اولد ايج العدلات وهنا مش قادرة تعمل تاخد نفس فربنا ساعد الانسان في الاولد ايج بتكرار استخدام اللونج اللي هي الاستيك الاستيك تراحها الشراب القديم في ميزة سهلة وتفتحه وتضع رجلك يبقى بوظان الاستيس تزود الكمبليانس شكرا لربنا سبحان الله لانه بالاولد ايج الاستيس تبوصت فالكمبليانس زاد واحد من اهم الاسئلة في الامسكيو هل هناك مرض يزود مرض انفزيمة مرض انفزيمة انفزيمة هي مرض اتساع الرئة بسبب ايه؟ فقدان الاستيستي في الناس الكرونيك هافي سيجرد سموكر اللي بيشربه سجاية الكمبليات كبيرة بيبغوظوا الاستيس بتاعتها لما يقل الاستيستي هنا الكمبليانس تزيد في الامفزيمة تصور؟ يبقى نقص الاستيس في الامفزيمة كنتيجة لنقص الاستيستي لكن هناك نقطة مهمة لان هذا ما رب ليس هذا معناه ان الورك او بريثينج قلي مجهود النفس قلي لان اخذها بالاول هو الامفزيمة من اللباز الاستيستي انها بيخرج لا يخرج بسهولا حيث يقولون هو كونيك اوبستركتيب كونيك اوبستركتيب ويقولون فلو بيخرج قليلا يخرب شجر البيس يهتم باول يستمر بكينة هو كونيك اوبستركتشن سيزيد الوركوب بريذنج بسبب اخر الرئية توسع بسهولة لكن دخول الهواء صعب الهواء صعب لأن المرض كرونيك أبستراتي فهنا في الولد ايج انت ملكش زم فيه فربينا ادعك الميزة من غير العين في الانفيزيما ريئة توسع أكثر لكن هذا ليس معنى ان الوركو بريدين اقل انك شربت سجائر شربت سجائر عشان تزاودوا كرونيك أبستراتي لكن عندما شربت هو اللي بغض الهواء انك عندك كرونيك أبستراتي نرى ما الذي ينقص الاستاتيك هنا زيادة السيرف ستنشن سيرف ستنشن يعاكس السيرف ستنشن مثل في حالات خوض الليستة اللي فيها سبع أمراض اللي أهمهم الرسبراطوري ديسترس سندرو لا يوجد استرفات إنما ممكن السبع أمراض يعلله السيرف ستنشن اللي كانوا يزاودوا السيرف ستنشن أو نأخذ بقى ان الاستاتيك ستنشن الرئة السيرف ستنشن يبوضوا الهواء بالاستيك ستنشن لا تشد رئة توسعها أبدا بسبب واحد عنده فايبروزز في الرئة أو عنده بالمونعي كونجش فايبروزز أو بالمونعي كونجش أو تشيست ديزيزز وقد تقل بالمونعي كونجش تصور أن الشراب القديم لا يوجد إلستيسي وأن الشراب القديم لا يوجد إلستيسي وأن الإنفزيما هو مرض التساع رئيحة وأن كان هنا الورق ويزيد لأن سبب التساع رئيحة من الأول كانت الكورونيك وستركشن ما الذي ينقص الكمبلاينس في السيرفستينشان يزيد هذا الذي يأتي كثيرا هو الورسفاتل بسيسيسي وقلت اللينسة السبعة ثم لتسبب التساع رأيك الغمية أو لتسبب التساع لسعر في البلد فضل بحثتكات السل والسل تبريل يكون تلقية رئيحة يتجيسيسية أو لهاتف المسكين أو البلد كيفوزس ، مأربة أوبستيا نحن نقص الكمبلاينس ما الذي يقللها؟ في الديناميك دخل علينا عامل ثاني وهو الهواء هذا يقلل الديناميك كمبلاينس وخد بالك في الحياة الديناميك كمبلاينس لا تدخل النفس الهواء تزيد الهواء تزيد مثل حالة حالة أكيوت مثل البرونكا الأثمة أو الريابي بريزيك لما تنفس بسرعة الهواء يزيد يبقى تزيد مثل البرونكا الأثمة أو الريابي بريزيك طيب يبقى ده لد الموضوع الكمبلاينس فاضلي لقائب وأقفل فأقل في عجالة تاني عشان نشوف القصة تعالى نجمعه تاني في عجالة كده الكمبلاينس تعلمنا في الأول النقاط الأربع نقاط الأساسية قبل ما نفتدي الكمبلاينس أن الكمبلاينس الكمبلاينس عجالة Harvey نسبة للعتقاد على التشغيل بطير في حجر المختلع على الدرس أو كت vill España و أيضة التشغيل Yourid في حجر المختلع انت تعني عنهم يتكلم مفتو coleيا أنا أتكلم على ترانس ميرال ما هو ترانس ميرال الديفرانس بين الإنسايد والأوتسايد اللي هو يسمى ترانس ميرال اللي هو في حرقة ألفار ناعس الثالثة مهمة جدا في الامس كيو مهمة جدا في الامس كيو صح قبل الإتساع دعاتلي صح قبل الإتساع لا بأستشاة استشاة الامس كتابة استشاة الامس كياتب ومن اللي يريد أن يخلق إذاً نجمع الفيديو إلاستشاة الامس يتزيد نقطة الرابعة نقطة الرابعة الباديو كل شعور الامس أنه حاجة الامس 0.2 200 مليليتر يعني 0.2 ليلة لكل سنتيمتر روتر بريشن الاثنين مع بعض الاثنين 100 مليليتر ليها 0.1 ليلة سنتيمتر روتر بريشن دي الأربعة نقاط الأساسية طيب نيجي بعد كده قلنا هناخد الاكسايز لانك فتبعنا فيها القاتي قلنا عملناها ازاي القطة اللي خدنا الرئة بره ضحيزنا الكيرف اتلوب بريشن وحش لزود البرشن رئة متتساعش اتلوب بريشن وحش لزود البرشن رئة متتساعش لان الرئة يكون الحتة الحلوة في الميدل رينج اي زيادة في البرشن يجزيك عليها ربنا زيادة في الهوليو طب انت جوه الرئة بيطبق عليها مين ربنا شلنا الحاجات الوحشة لان البرشن ليس كولابسد وبسبب تشيستول عمرها ما تبقى ترى العظمه يراحض حكتين هنا ان البرشن ليس لينيار شكله اس شهد سواء الانفليشن او الديفليشن الاثنين مع بعض شكلهم هستريسن هذا اول ملخوض ثانية ملخوضة ان الديفليشن كيرف اعلى من الانفليشن لماذا؟ لان السيرف ستنشن اقل وعشكال احسن منه السليم فيلد لانك تمام؟ اني مريح تحضر الى س bis تكتب الانفليشن ثم ستطلبان ما هو المجد انا الميزةagu هي انت اكيد seating السifting و كل يومك لكن لديت الريزيستانس انتسبت لما تستابيلايز بينما في البيناميك كيرف لما تأخذ وان كونتينيوس وان كونتينيوس وانت شغال الهوى داخل وانت شغال الهوى ده فيه فريكشن الريزيستانس وفيه تيشيو رزيستانس يبقى أكثر عشان كده البيناميك بيبقى فيه مقاومة أكثر عن الستاتيك ده النقطة اللي بعد كده طيب قلنا بقى ايه الحاجات اللي بتزود وايه الحاجات اللي بتناقص قلتلكم بطريقة لا تنسى وسهلة جدا 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 تعال بس نشوف الورقة راحت فين اهيه الكمبلاينس عاوز اتوسع بينما الستيستيو السيف ستنشن عاوزين يعلله يبقى في الستاتيك كومبلاينس امتى تزيد لو قل السيرف ستنشن وهذا يحدث في أثناء الإكسفاريشن عشكية ديفليشن كيرب أعلى ولو ما فيش خالص السيرف ستنشن اللي هي السالين في الدلان أو اللي بيجي في الامتحان بحنا نحافظ الاسئلة وورد وايت نقص الستيستي وقبت لك مثال الشراب لما الاسئستي تقل تدخل لك وورد عيلك حتى تبقى فاني واتنسى مع حيات اللي هو الامفزيما في العظمة لما نهى تهن العضلات ونجبر ربنا بوز الاسئستي فنجعل نفسي بساك المعاكسة على الاسئستي في الامسكيو مبانس زاد المجهود زاد يساب تاني لانهى كرونيك أبستركتين فيه أبستركتين أما الاسئستيكات امتها تقل لو سيرف ستنشن زاد السابع حاجات المخزين رسفيراتري استرسسسسن أو ريكو اهل احتقان الرئة رئة توسع مثل فايبروز تحولت لناسيك ضام او مرض في الجسطول مثل الابيستي لا يعرف أن يأخذ نفسه. الشخص تخين والأرثريتس والتهاب الجوينتس والكايفوسكوليوس بينما قلنا الضف عليها حكتين رزيستنس أهمهم الفريكشا رزيستنس والأير رزيستنس والتيشو رزيستنس والأير رزيستنس والأير رزيستنس والتيشو رزيستنس ما الذي يزور الأير رزيستنس؟ أن البرونكا تبقى دائع إذا البرونكا الأثنى أو أنك تتنفذ بسرعة يبقى فيه فريكشن جامت ده يقلل اللونج كمبليانس ده أولاد موضوع كمبليانس وهم موضوعات صعبة يبقى خدنا النهاردة الديد سبيس والكمبليانس وأشكركم على حسن إنصاتكم ويعني أتمنى أكون أفدتكم ونلتقي بالتبادل السيركوليشن مع الرزيستن شكرا لكم على المشاهدة وأسعد الله أوقاتكم ونلقاكم قريبا بإذن الله شكرا 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 شكرا